الله يحييك في ظل الضغوطات المتزايدة على كافة الأصعد اليوم يعني أكثر من ضغط ممكن يتعرض لها الشخص كيف يمكن إدارة المشاعر خصوصاً السلبية منها؟ نعم وجود طبعاً هذه المشاعر السلبية شيء طبيعي إحنا اللي خوفنا أننا ما إحنا قابلين أو نشعر أنه شيء مطبيعي والصحي بنفس الواجهة لأنه تفيدنا بعدة نقاط مثلاً تنبهنا أنه في احتياجات بشرية طبيعية ما هي ملبة يعني أنا لو ما شعرت بهذه الأشياء ما أدري مثلاً إذا شعرت بالوحدة فأنا أبغى تواصل إذا شعرت بالخوف فأنا أتعرض للشيء غير آمن وأحتاج التلامة أيضاً يتاعدنا على أننا نتنبأ بشيئات الآخرين هذه النوع للمشاعر السلبية لما شخص يغضب عندي أو يستحزين فأنا أعرف سلوكه أو إيش اللي يدفعه وبنفس الواجه أنا أعرف نفسي أكثر من خلال المشاعر السلبية إيش تفضيلاتي إيش اللي أنا أتحمله أو أحبه في الحياة أو أرغب في إيش حجوداً أنا في القالب إنا ما نغضب إلا إذا أحد ما قيمه عالية عندنا عشان هذه الأشياء كلها مهم إني أعرف إدارة مشاعر السلبية المشكلة أيضاً اللي تعيقنا كلنا وبظل الحجظ المنزلي والجائحة هذه اللي فالت والضغوط اللي نتعرض له إن أنا نتطرف أحيانا بهذه الشعور السلبية يعني إما أننا نخاط من وجوده أو إننا نتطرف ناخده بيادة يكون نمط حياة مثلاً أنا دائماً حزينة أو أنا دائماً غاضبة فأنا ما نعرف أعيش حياتي بشكل صحيح وأيضاً هي تأثر على قراراتنا اللي سنناقضة في العادة أو خياراتنا إذا كنا تحت مشاعر السلبية صحيح هذا كله مهم أني أعرف أدير مشاعري السلبية جميل بس بعض المرات يعني من خلال كلامك أستاذ هند إحنا عشان نعرف ندير مشاعرنا السلبية لازم نفهمها يعني بعض المرات الواحد يحس بمشاعر سلبية بس ما هو عارف هو من ضايق أو معصب أو في تأثير خارجي مثلاً هو اللي تسبب في تغيير مزاجه كيف الواحد ممكن يعرف ويسيطر على أفكاره بحيث أنه يتحكم في هذه المشاعر أيها أول شيء لازم أنا أعرف إيش جذور هذه المشاعر إيش اللي تسببت لهذه المشاعر السلبية لأنه هي المشاعر هي عبارة عن رسائل ويصلي إيش أنا أفكر فيه أنا حنا في الغالب الآن ما نعرف إيش نفكر بالضبط بهذه اللحظة لكن شعوري هو يدل هل أنا خايفة هل أنا محبطة هل إيش السبب؟ السبب فكرة فمن أهم جذور هذه الأفكار السلبية أو اللي تسبب لي أني أقارن نفتي بالآخرين طبعاً هذا يكون شيء يشوفه غير واعي يعني بالعمق أنا بكون أقارن نفتي بآخر فبالتالي أشعر بشعور سلبي أيضاً حديثي الذاتي السلبي حول نفتي أو نقضي النفتي عدم تقدير الذاتي يشعرني بشعور سلبي عاد مختلف ممكن أحباط ممكن عار ممكن شعور بالفشل كذلك أتهرب من المشاعر دائماً اللي عنده شعور سلبي باستمرار هو يلوم الآخرين يلوم البيئة يعني يشعر أنه دائماً هو تحت حكم الآخرين هم اللي يستفزوني هم اللي يغضبون وقع أنه في نظرية مؤامرة من حوله إيه دائماً ليش؟ لأنه هو ممتها مواعر مشاعره فدائماً يقول هو اللي يستفزن والحقيقة حينماً ما نملك للحدث ولا مثلاً ردود فعل الآخرين أنا ما أملكهم لكن أملك شيء واحد رد فعل اتجاه ما يحدث فالشخص الواعي أو المسؤول عن نفسه مشاعره كويسة في الغالب هو يتحكم رد فعله أي منتواجه جديد مع أشخاص سلبيين هذا يعزز مشعور السلبي لما يكون عندي أشخاص ناقدين أو غاضبين أو محبطين هذا يأثر أيضاً على وجود يعني تحديداً حول هذه النقطة اليوم المواجهة ليست فقط فكرية دام أنك تحدثت عن أيضاً ابتعاد عن السلبيين إيش هي أبرز الأمور السلوكية اللي أواجه فيها المشاعر السلبية وأيضاً يعني خلينا نتحدث شوي بشكل اجتماعي مع الناس لأنه ممكن يكون المحيط السلبي أشخاص قريبين يعني صديق قديم أو حتى ناس من العائلة فكيف يمكن أيضاً إدارة هذا المشاعر تجاههم تفضلي السلبي الشخص القنز نعم الشخص القريب هو اللي يسبب لي الضغوط أو الشعور السلبي دائماً للأشخاص القريبين يعني الأشخاص السلبيعين ما لهم تأثير كثير أو الغير مهمين فمن الأشياء اللي انت ذكرتها أستاذ انت طلبت أشياء سلوكية يعني هي تبدأ أساساً بالفكر إذا أنت بتغير الشعور غير الفكر ليساً للسلوك لأن العملية تأتي بإنعمل فكرة سلبية ظهرت لي شعور سلبي أنا ما عرف ليش أنا الآن حزينة بعدين أروح أعمل أي سلوك ظاهر عشان أكون مثلاً مرتاحة من الأشياء اللي يخلون الناس أو يعملون لهي الإدمان إدمان الطعام أو التسوق حالي أنت أكثر طبعاً التسوق عشان أبغى أكون مشاعري كويسة أو أدخل في علاقات مثلاً أو مثلاً أعمل إدمان العمل كله أنا بحسن شعوري لكن الحقيقة أنا أحسن مؤقت لأن الفكرة الأساسية اللي عندي لكي بثلي هذا الشعور ما تعالجه فضروري أول شيء يظل السلوك أني أعالجي الفكرة مجرد ما تعالجي أشياء يعطيك ألف عافية يعني شكراً جزيلاً على عجالة العبادة اللي هي عايش اللحظة بالعبادة وتدبر وأيضاً أنك تضع قائمة من الأشياء اللي تجعلك مستمتع وتنغمت بها هذه من الأشياء السلوكية الظاهرة اللي ممكن يساعد على شعور الإجابة شكراً جزيلاً لك على هذا الحديث وأيضاً هذه النصائح مدربة الحياة وأيضاً تطوير وتنمية الذات الأستاذة هند الملحم ياطيك العام